التعليم الذي يحتاج لجهود كبيرة لدعمه وضمان لدوران عجلته أبطأت أعمال تنفيذ العقد الصيني لمدارس قضاء تكريت سرعته فأثناء زيارة مدير تربية صلاح الدين لعدد من مواقع العمل للمدارس أكد أن النسبة لا تلب الطموحات وأنها لم تتجاوز الثمانية بالمئة موضحا أن هذا التقصير يؤثر على مسيرة التعليم بالقضاء ويعرقل وسائل النهوض بالقطاع التربوية زرنا هذا اليوم برفقة سيد مدير دائرة المهندس المقيم لمشاريع القرض الصيني وأساد المهندسين موجودين ضمن قضاء تكريت والمشرفين على مدارس القرض الصيني في القضاء لطلع على وقع حال نسبة الإنجاز في هذه المدارس حسب توجيهات معالي وزير التربية طلعنا حقيقة على وقع الحال وتبين نسبة الإنجاز في هذه المشاريع حقيقة لم ترتقي لمستوى الطموح حيث بلغت ثمانية بالمئة وهذه النسبة حقيقة لم تكن ضمن الخطط الموضوع بإنجازها ضمن الفترة المحددة بـ 30-40% يجب أن تكون هذه النسب حسب الموضوع من قبل دارة المهندس المقيم والمخطط كما أشارت سيدة الرئيس دارة المهندس المقيم بأنه 35% في كل هذه الفترة للأسف السبب الرئيسي في نسبة الإنجاز هو عدم صرف المستحقات المالية للشركات التي محال عليها هذه المشاريع من قبل أمانة العامة لمجلس الوزراء حقيقة هذا التأخير في صرف المستحقات ألقى بضلاله السلبية على عدم إكمالها المشاريع وبالتالي عدم استفادة مدرية عاملية تربية صراحة الدين من هذا المشاريع في خلال الفترة لمحدد بإنجاز هذه المشاريع وتسليمها إلها بينما نرى حقيقة هناك كثير من مشاريع في سواء كانت في محافظة بغضة دولة المحافظة الأخرى هناك لسبة الإنجاز متقدمة تصل إلى 50% أو 60% أو 70% من نسبة هذه المشاريع لذا حقيقة ناشد دولة رئيس الوزراء والأمانة العامة المستحقات بصرف المستحقات رعاز للجهة المختصة بصرف المستحقات المالية لشركات المكلفة بإكمال هذه المشاريع لتسنى لنا السلامة للفترة المحددة واستفادة المحافظة والمدرية عاملة التربية من هذه المشاريع بالوقت المحدد اشتركوا في القناة